اهلا بكم متابعي القناة القرام ان شاء الله هنبتدي نعمل فيديوهات عن كابينة هواوي البيت اس تلاتة تسعمية بجانب كورس المايكرو ويف لجولد سابورت في القناة. طي في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اكشن مهم في ناس كتير بتحتاجه ان ازاي تعمل للسوفتوير من يو ام بي تي ليو ام بي تي تاني. يعني انت لو عندك يو ام بي تي شغالة وعليها وانت محتاج تنقل الحاجة اللي عليها دي في يو ام بي تي تانية معلها السوفتوير ولا عليها ولا اي حاجة. الموضوع بسيط جدا هنفزه في الفيديو ده وهنتعرض للمشاكل اللي ممكن تواجهك في حاجة زي كده في الفيديو ده ان شاء الله. طبعا ده اه شكل بتاعت البي بي يو. تمام? دي شكل منبر. طبعا الاتنين سلوط اللي ينفع تركب فيهم هو سلوط ستة وسلوط سبعة. لكن ما ينفعش اي سلوط تاني. تمام يبقى ده ستة وآآ سبعة. ستة ده بيلكف فيه الجي تي ام يو. فلو كان في جي تي ام يو هتضطر تشيله لما تخلص الموضوع ده. طبعا الجي تي ام يو المين اللي انت اللي عليها السوفتوير هتبقى ركبها في سبعة وانت هتركب في ستة. نراجح كده بسرعة على ترتيب البورتات مهم جدا. نقولنا كده ده الجزء اللي فيه اليو ام بي تي. ده اللي في الجي تي ام يو. بيبدأ من فوق من سلوط اربعة. ده يعني ده ده كده اسم سلوط اربعة. وده سلوط خمسة. وده سلوط ستة. وده سلوط سبعة. تمام? هنا الجزء ده اللي بركب فيه اليو بي ار اي واليو تريبل بي ده بيبدأ من سلوط زيرو. سلوط واحد اتنين تلاتة. واللي تحت ده آآ تلاتة. فاتفقنا ان مش هينفع تركب اليو ام بي تي غير في الاتنين سلوط ده اللي هو ستة وسبعة. هتركب اللي عايز تعمل لها الترانسفير للسوفتوير في آآ ستة. وتعالوا ننفذ آآ الخطوات دي مع بعض. الاول هتبتدي تركب البوردة اللي انت عايز تنقل لها. السوفتوير في آآ سلوط ستة. وهنبتدي نبور البي بيو مع بعض. وننفذ الخطوات. طبعا انا عندي اكتر من يو ام بي تي. فهركب حاجات نفس السوفتوير عشان تعرض لنا مشاكل. والمشاكل دي ممكن هي اللي تطلعها. ده طبعا اه. وهنبتدي اللوج على اليو ام بي تي. الخطوات بسيطة جدا هتستخدم كوماندات محدودة جدا وهنفتح الام ام ال. اول كوماند هنبتدي نعرف البوردة اللي ركبتها في سلوط ستة عن طريق كوماند آد بورد. اه طبعا الكابنت زيرو والصاب راج زيرو هختار السلوط. اتفقنا ان السلوط ستة. طبعا ما ادي له السلوط لازم انا حدد له نوع البوردة هي يو ام بي تي. ولو اخترت اي سلوط تاني غير ستة مش هيزهر لك اليو ام بي تي. لان هي ياف ستة ياف سبعة. طبعا الاتنين التانين دول ممكن تسيبهم عادي وهنعمل اكسيكيوت بالوضع ده. طبعا انا كده عرفت اليو ام بي تي اللي في سلوط ستة. لو عملنا كوماند ديسبلي بورد. ونتأكد ان اليو ام بي تي تعرفت. هنعمل اكسيكيوت. هنجي على عنوانها اللي هو زيرو زيرو ستة. هلاقيها فعلا اضافت ضمن البرد اللي فيه الحالي. اهي سلوط ستة. يو ام بي تي. واللي تحتها طبعا سلوط سبعة. آآ يو ام بي تي. آآ التاني. هو كده البي بي او اراها. ولو كل حاجة طبيعية. هنستخدم بعد كده. اللي هو باكا بستيطس. هيبتدي يعرض معانا الوضع الحالي للباكا. آآ ما ينجحش معك. وهيظهر لك طبعا. طبعا. عشان تقبل آآ يحصل ترانسفير من لسوفتوير تاني. لازما يكون لو دي عليها يكون اقل في من السوفتوير اللي في سلوط سبعة اللي انت بتنقل منها. يبقى لازما يكون هنا اعلى آآ من السوفتوير اللي بركبها في سلوط ستة. اللي عايز تعملها يعني. اكتشف ان مثلا اللي بتعملها دي اعلى في هايبتدي يظهر الرسالة اللي ظهرها قدامك دي. آآ طبعا المشكلة التانية ان لو نفسها فيها مشكلة مش هيكمل و هتظهر لك آآ هتلاقي لامبة الارم ديت بتنور آآ معاك. دول الحالتين الشائعين اللي ممكن تعالوا نفسر آآ مهم جدا تعرف معنى الرسالة اللي جانب الباكا بستيطس. هو ممكن تجيلك اربع حالات. في حاجة اسمها آآ ريدي انديكيت. ده ما يكون الباكا في حالة استعداد. تمام? هتلاقيها كده آآ ظهرت لك الرسالة الرسالة ديت. لو عملت على طول بعد ما تضيف البور ده وكل حاجة تمام. هتلاقي آآ الرسالة ريدي انديكيت. آآ ظهرت لك وبعد عشر دقايق. لو كل حاجة تمام هيبتدي آآ استارت في آآ ناقل الباكا. آآ وفي حاجة اسمها انشيا الباكا. دي بتظهر لك والباكا بيتنقل. وبيبقى جنبها آآ كان في المية لنقل الباكا. طبعا مش مانسين دي الرسالة اللي هتظهر لك لو كل حاجة آآ طبعية. هتلاقي الباكا بستيطس اللي هي انشيا الباكاب اللي هو بدأ في نقل الباكاب وهتلاقي الباكاب برو جريس شغال آآ معاك. ولو فيل هيظهر معاك. لكن لو كل حاجة تمام هيناء. آآ ده موقع هواوي انتربرايس ساب بورت كوميونيتي بنصحكم تدخلوا على الموقع ده. انا بنزل عليه حاجات وبوستات مهمة جدا. يعني في بوست. ده البوست بشرح آآ الخطوات. في بوستات تانية آآ مفيدة. آآ ياريت تدخلوا وتعملوا اكاونت عليه. ولو لقيتوا اي بوست اللي هي. ياريت تدوس لايك وتسيب كومنت وتعمل لفولو. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. 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 شكرا.